بسم الله الرحمن الرحيم والله يؤيد من نصره من يشاء صدق الله العظيم يا أبناء شعبنا العظيم يا من قاتلتم دفاعا عن أرضكم الطاهرة منذ 2003 وباشرتم بأسرع مقاومة عرفها التأريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينطوي عام آخر ونحن نحي ذكرى استشهاد والدي الرئيس الشهيد صدام حسين هذا الرجل الشامخ القامة الذي لا يحتاج إلى شهادة أحد فبطولته ومقاوته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقين وأولاده خير دليل على ذلك وأبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا من كل ذلك نستمد الشجاعة والإصرار حتى وإن تخلل طريقنا صعوبات أو عراقيل قد لا يؤمن البعض بنا وقد يقف البعض الآخر في طريقنا وذلك قد يؤخرنا لكن لن يمنعنا من إكمال هذه المسيرة بإذن الله علينا استيعاب المرحلة بكل أبعادها ودراسة متغيرات الساحة العربية وغير العربية بكل جديدها وأن نتقبل العراقي حتى من أخطأ منهم عدا أولئك الذين حين سألهم ذو ضحايا ثورة تشرين عن مصير أولادهم أجابوهم لا تسألون صاروا أكل السمج هؤلاء لن يقبلهم العراقيون وسيزيحونهم عن الطريق رغم كل الدعم الذي يحصلون عليه ورغم كل الضغوطات التي يتعرض لها الشارع العراقي الكلمة الأخيرة ستكون لكم أيها العراقيون الأبطال وستعلوا كلمة الحق رغم أنوفهم لنصل إلى هدفنا جميعا في بناء بلدنا ليعود علمه خفاقا عاليا منتصرا كما كان دوما انبذوا الطائفية وقفوا ضد الفتن ما ظهر منها وما بطن كونوا صفا واحدا كالبنيان المرسوس إن إيماننا بطريقنا وبلدنا سيجعل كل المؤيدين للحريات في العالم ومن أخوتنا العرب وغير العرب أن يقفوا إلى جانبنا ويمدوا يد العون بعد الله سبحانه ليدعموننا في مسيرتنا لن ندخل في صراعات جانبية ولن ننحازل أي جهة عربية دون الأخرى وسندعوهم لتجنب الخلافات والتناحر فيما بينهم لأن قوتهم قوتنا ووحدتهم وحدتنا دون استثناء أيها العراقيون بيحدتكم وأصراركم وحبكم للعراق سيعود العراق في المقدمة وينفتح على العالم مرة أخرى فيكون منارا كما كان دوما لا تنسوا أيها الأحبة أفراحكم وسط الصعوبات والأحزان التي نمر بها ويمر بلدنا بها فالأمل بالله سبحانه يجب أن يبقى الأقوى دوما رؤيتي لم تتغير يوما فأنا أرى فرحتكم واحتفالاتكم بالنصر المؤذر في ساحة الاحتفالات الكبرى في عراقنا الحبيب يوم يفرح المؤمنون بنصر الله لنتخطى كل الصعوبات معا وكل عام أنتم بخير الله أكبر ونصره قريب بإذن الله رغت صدام حسين اشتركوا في القناة